أهلاً أحبائنا مشاهدينا موضوعنا في هذه الحلقة مع دكتور فايس فؤاد بعنوان لا تخف آمن فقط طبعاً شفنا موضوع لا تخف عدة مرات في العهد الجديد في الخوف وفي روح الخوف روح الخوف هو روح شرير حقيقة لأن الله لم يعطينا روح الخوف أيضاً للعبودية فإزاي نميز بين الخوف وروح الخوف وعاوزين نطلع من هذا الموضوع أنه شفاء وحرية من موضوع الخوف يعني الخوف الطبيعي اللي الإنسان بيشهر به نتيجة ضعفه الإنساني الطبيعي لا شيئته عدم جدواء ضعفه أنه يواجه أي مشاكل ده شيء طبيعي إنما هذا الخوف المفروض يرميني على الرب وأكتر نوع من الخوف مرعب الخوف من الدينونة أيوة الخوف من الوضع للناس أن يموتوا مرة وبعد ذلك الدينونة الموت مرعب كتير بقول أنا لأنني كنت طبيب وشفت الناس بتموت روح بالموت هلع الموت فزع الموت والخوف من الموت وطعم الموت المر فأنت مش خايف من الموت أكيد الناس كلها خايفة من الموت طب للموت ده وبعد الدينونة والطرح في بحيرة متقدة بنار وكبريت أكتر نوع من الخوف هو ده الخوف من عبودية الموت عبودية الخوف من الموت فده أهم مشكلة لازم الإنسان يشوف لها حل مين يقول لي ما تخافش من الموت ما تخافش من الدينونة إلا الرب يسوع المسيح إلا أنا رأي لنا الحياة والخلوط بواسطة الإنجيل مين ما يقول لي ما تخافش من الموت إلا اللي راح سدد الفطورة اللي حيطلبني بيها العدل الإلهي فإذا يجب على كل واحد أنه يطمن أنه خلصة من الخوف من عبودية الخوف من الموت والدينونة ده أهم حاجة أهم بعد كده الخوف من إيه من الاحتياجات المادية الرب رعاية فلا عوزني شي هو كفء للرعاية وسدد كل الاحتياجات بس تعالى المسيح الله موجود الله موجود عنده الحلول المسيح موجود عنده الحلول المخلص مخلصة ويخلص وسيخلص هتروح فيه هتروح لمين أنا بتذكر في حلقة سابقة أخفايز أكيد بعدك متذكر بقول الكتاب من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد بعدين في آية 14 مكتوب فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية تفضل لك أو بضية يعني كون الشيطان وفي إيده سلطان توقيع حكم الموت على الخاطي يخلي الخاطي مرعوب من فكرة الموت في ناس ما تقدرش تجيبس يعني فكرة الموت على تهرب من فكرة الموت الخوف مرهب نعم المسيح بيحل المشكلة دي يقول ما تخافش حبيبي الخاطي لما يجي له ما تخافش الموت أنا موت بدلك الموت اللي أنت كنت حتموتها أنا موتها موتها تحت دينونة عدل الله أنا شربت كاسك أنا دقت من أجل قلم الموت أنا دقت الطعم المر بتاع الموت بتاعك الكاس المر ده أنا شربته هو المسيح مات ليه الناس فاكرة المسيح مات لأن اليهود مسكوا موتوا المسيح رح يموت عشان يسدد الفواتير ما فيش طريقة تانية تنقذ الإنسان من الخوف ده إلا المجيء لشخص المخلص في مشروف الله المحتومة طبعا